إبراهيم النبي أقرأ عليكم من سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم إنه إسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وآله الآية الحادية بعد المئة بعد البسملة من سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي السعي في الحج من مناسك الحج فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى منام منام نبي من أولي العزم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبي وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجز المحسني إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وفديناه بذبح عظيم هل يمكن أن يكون الخروف حتى لو كان جنانيا أن يكون أعظم من إسماعيل هل هذا الكلام منطقي وفديناه وفديناه بذبح عظيم هل هو الخروف الذي نزل من الجنان أم أنه الحسين مثل ما يقول شعراء الشيعة ويسيئون ويسيئون للحسين بذلك وسبب منهج الطوسي لأن منهج الطوسي فصل بين القرآن وحديث العترة صلوات الله عليها وفديناه بذبح عظيم المخالفون لأهل البيت يتحدثون عن خروف خروف نزل من الجنان تلك حقيقة وفديناه بذبح عظيم ما هو الخروف هل هو الحسين أبدا لا يمكن أن يكون الحسين فداء لإسماعيل الحسين فداء لله شاء الله أن يراك قتيل الحسين فداء لله وليس فداء لإسماعيل شاء الله أن يراك قتيل حين أراد الله سبحانه وتعالى أن يجود أقصى غاية الجود فجاد بالحسين على هذا الوجود شاء الله أن يراك قتيل يا أبا عبد الله إذن ما المراد وفديناه بذبح عظيم لا هو الخروف لا يمكن أن يكون الخروف حتى لو كان جنانيا أعظم من إسماعيل ولا يمكن أن يكون الحسين فاديا لإسماعيل الحسين ثار الله الحسين دم الله الحسين وجه الله الحسين فداء لله شاء الله أن يراك قتيل إذن ما المراد وفديناه بذبح عظيم إمامنا الرضا يحدثنا ويقول أنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق وطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 187 إنه الباب السابع عشر بسنده عن الفضل ابن شاذان قال سمعت الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه الكبش هو الخروف الذي اكتملت بنيته قوته واضحة صحته كاملة كاملة مظهره مكتمل هذا هو الكبش وقد أنزل على إبراهيم من الجنة كي يذبحه مكان إسماعيل لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون يذبح ابنه إسماعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فإسماعيل ولده البكر ابنه الأكبر عزيز على قلبه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم من أحب خلقي إليك فقال يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم أفهو أحب إليك أو نفسك قال بل هو أحب إلي من نفسي قال فولده أحب إليك أو ولدك قال بل ولده ولد محمد قال فذبح ولده ظلما على يد أعدائه أحب 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 أو ذبح ولدك بيدك في طاعة قال يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أحب جعل لقلبي قال قال يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك سخطي فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين عليه السلام وقتله وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فذلك قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم فهذا الذبح العظيم لم يكن خروفا كان هناك كبش أنزل على إبراهيم وذبحه أنزل من الجنان وهذا الكبش ما هو بذبح عظيم ما هو بأعظم من إسماعيل والحسين لم يكن فداء لإسماعيل هؤلاء الشعراء وهؤلاء الرواديد وهؤلاء الخطباء الذين يرددون هذه المضامين يسيئون إلى الحسين الحسين ما هو فداء لإسماعيل الحسين فداء لله سبحانه وتعالى ولذا هو ثأر الله هو دم الله عملية الفداء التي تحدثت عنها هذه الآية فيما يرتبط بالأجر الذي ناله إبراهيم فأجر جزعه على الحسين صاه بديلا عن أجر حزنه على ولده لو أنه ذبحه بيده عملية الفداء هي هذه تلاحظون الفارق الكبير بين من يتمسك بمنهج العترة في فهم قرآنها وبين خطبائكم وشعرائكم ورواديدكم الذين تقدسونهم ويقودونكم إلى الضلال هذا هذا هو الفارق الكبير هذا أثر للحسين في الحج لأن ما رآه إبراهيم فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل كان جزءا من مناسك الحج إنه رمز للتضحية بالنفوس في سبيل الوفاء بالعهود والمواثيق لمحمد وأهل محمد فما من نبي إلا وقد بعث بميثاق نبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده ما من نبي بعث إلا وقد بعث بهذا الميثاق هذا ما هو كلامي هذه كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم الشريفة ما من نبي بعث إلا وقد بعث بميثاق نبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده الأئمة من بعده فاطمة وأولاد فاطمة من المجتبى إلى القائم فما رآه إبراهيم فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل هو نحو تصديق ونحو إثبات عملي للوفاء بتلك العهود والمواثيق ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل كبشاً وصار ذبح الكبش رسماً ومنسكاً شرعياً في طقوس الحج ومناسك الحج وهذه الواقعة لذكر الحسين فيها لمسة وفديناه بذبح عظيم هذه اللمسة الحسينية من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قرأ التعزية لإبراهيم قرأ مصيبة الحسين لإبراهيم الرواية هكذا تقول فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم من أحب خلقي إليك إلى أن قال له فذبح ولده ظلماً على أيدي أعدائه أو جعل قلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعة إلى أن قرأ المصيبة على إبراهيم فإن فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك سخطي هذه قراءة تعزية أو لا قراءة مصيبة من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم الخليل أو لا ماذا تقولون أنتم فهناك مسحة لمسة لذكر الحسين في مضمون الحاج وإلا فإن الحسين لم يكن فداء لإسماعيل أنتم الذين تعتقدون بهذه العقيدة تسيئون للحسين الفداء كان فداء يرتبط بالأجر الذي ناله إبراهيم فإن الله عوض إبراهيم عن الأجر الذي كان يمكن أن يناله لو ذبح ولده إسماعيل بيده وكان إبراهيم يتمنى أن لو فعل ذلك وما أنزل الله الكبش عليه سبحانه وتعالى إكراما لنية إبراهيم هذه فإنه عوضه بأجر الجزع على مصاب الحسين بعد أن قرأت تعزيته والمصيبة عليه ما هذه الرواية هكذا تقول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذه مسحة لمسة حسينية في مضمون الحاج فكيف يمكن أن نقايس بين زيارة الحسين وبين الحاج كيف يمكن أن نقايس بين زيارة الحسين 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 وبين الحاج الذي أشرف ما فيه من أجر ناله إبراهيم أبو الحاج أن نال أجرا على مصيبة الحسين بعد أن سمع قراءة التعزية والمصيبة من الله هذا هو حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه قارنوا 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 بين هذا المنطق الذي يطل عليكم من شاشة قناة القمار وبين الهراء الذي تسمعونه من الفضائيات الأخرى من الشعراء من الرواديد من الخطباء من وكلاء مراجعكم الثولان قارنوا قارنوا بين هذه الثقافة الأصيلة الزهرائية الواضحة وبين الهراء الذي تتعلمونه من أولئك الحمير من أصحاب العمائن نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر